ممكن دكتور ايمان قال النقطة مهمة اوي قال ان دلوقتي الدولة المصرية بتتجه لبناء الانسان ودي حاجة كنوا مفتقدينها والله يعني احنا كنا زمان بنعمل كبار كتير او بنعمل يعني مبنى بس ما كانش حد بيفكر في البني ادم اللي ساكن جوه المبنى او البني ادم اللي هيمشي في الطريق ده شكله عامل ازاي او حتى العربيات اللي كانت مشاكت شارع يعني مدغدغة في مصر يعني كنتوا تنزف الحفرة تلاقي فردتين الكوتشي لازم يضربه وتفضل قاعد جنبهم لحد ما ربنا يساهل يعني احنا بنتطور احنا الدولة شكلها بيتغير البنية التحتية بتاعتنا بتتغير يعني فيه ناس بتقولك طب هي البنية التحتية اللي تتعامل الاول ولا تشوف البني ادمين وياكلوا الاول ما ينفعش يبقى عندك السسمار ما ينفعش يبقى عندك ناس انت عايز تجيبهم علشان يجيوا يشتغلوا عندك وانت عندك بنية تحتية متهلكة لا عندك طاقة ولا عندك طرق ولا عندك اي حاجة عندك المحافظات كانت بعيدة عن بعض عشان تروح من المحافظة لمحافظة كانت لازم تمشي طرق كبيرة النهاردة بنشوف ازاي ان بقى عندنا حتى طريق دائري اقليمي دلوقتي بقى موجود بقى عندنا ربط كبير جدا بالمحافظات بقى عندنا خطط واضحة لشكل مصر احنا عارفين احنا عايزين يبقى شكلنا عامل ازاي